السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة سنسونة سلواء وحشتوني جدا وحشتني كل تعليقات كل حلوة لو بقالكم كثير ما كتبتونيش تعليق اكتبوا لي تعليق تحت وبس كده هدوق وصفة النهاردة وبعدين نبدأ فيها الموضوع بسيط جدا يلا نبدأ باسم الله كل اللي في الموضوع النهاردة اللي احنا ننقع فصوليا هنشتري فصوليا بيضة كافة زي اللي على اليمين كده ده بيكون شكلها من كرمة التنقع واللي على اليسار فصوليا منقوعة 24 ساعة يعني ايه ننقع الفصوليا عشان الناس المبتدئة الوصفة دي اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها هنحط عليها ميا وهنسيبها في المطبخ عادي خالص هنغير عليها الميا باستمرار وبعد كده هنخسلها ونشتفها كويس وهتبقى عندنا فصوليا منقوعة لوصفة النهاردة هنحتاج فصوليا منقوعة فقط قدي ايه من الفصوليا؟ انقعي الكميل اللي انتي عايزيها وهقولك قدي ايه الميا بالنسبة للفصوليا عندي هنا كوباية من الفصوليا اللي بيكون منقوعة بيكون 170 جروم فحنا النهاردة هنستعمل اربع كوبايات من الفصوليا هنحتاج لهم كوبايتين من الميا الدفية يبقى اي مقدار من الفصوليا هتستعمليه هاتي نصه بالضبط وحطي ميا دفية والخلاط وبس كده ايوه بس كده هحط اربع اكواب من الفصوليا المنقوعة عليها كوبايتين من الميا الدفية وهنشغل الخلاط قدي ايه الخلاط؟ هندفي ونشغل حوالي دقيقة او دقتين على حسب قوة الخلاط وعلى حسب ملاقي الخليط بقى معانا ناعم جدا طيب الناس اللي عايزة تشيل القشرة اللي بتبقى خفيفة دي على الفصوليا قبل ما تخلطها براحة تكوب ولكن هي ما بتبنش مع النقعة الكتير مهم جدا 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 هننقع الفصوليا وده هيسهل الخلط وده هيسهل الهضم وهيسهل علينا كل حاجة طيب شايفين الفصولية مع الميا بقيت عاملة كده بيوريه وهو ده المطلوب لوصفة النهاردة السهلة جدا هنعمل كمية كبيرة ويعني مش قادرة اقول لكوا قد ايه فعلا فعلا بيكون بديل هايل جدا للخبز من غير ما نستعمل اي نوع دي ايه عندي هنا كمية من الملح حوالي نص معلقة صغيرة كمون مهم جدا مع البوكليات عموما فان هحط حوالي معلقة صغيرة من الكمون هحط كمان حبة البرقة والحاجة الاختياري اللي انا هختارها النهاردة لنكهة هتكون دقة الزعتر بالسمسم اللي هو دقة الزعتر السوري دي او الشامي من الحاجات اللي بدي ناكع حلوة نقدر نحط شمر وينسون نقدر نحط سمسم مطحون نحط اللي احنا عايزين ونبتدي نقلب كده وكده يا سلوه احنا خلصنا ايوه من غير مهود رفعه من غير اي تعب خالص كل اللي احنا هنستعمله هنستعمل صنية كبيرة اوي في القرن عايزين تكون الطبقة ما تكونش سميكة عايزين الطبقة تكون رفيعة كل ما بتكون رفيعة يعني اللي على الاطراف كانت مقرمشة اكتر من النص هجيب ورق الزبدة او ورق خبز كده ونحط معلقتين كبار من اي مادة دهنية مهم جدا اللي احنا ندهن الساق كويس جدا لانه من الوصفات اللي بتلزم والزيت ده كمان هيساعدها ان هي تقرمش وتستوي وتكون حلوة جدا معلقتين كبار من مادة دهنية على كل الساق ده كمية مش كتير ابدا ونبتدي نفرد لحد ما نلاقي كده سمتها يكون اا مش رفيع اوي ومش عايزات خين خارص انا عايزي يكون اا معقول جدا على الوش ممكن نحط تاني شوية من الدقة الزعتر او نحط شمر وينسون على حسب النكهة اللي احنا عايزينها والشكل كمان مش عايزين نحط حاجة ونكتفي باللي احنا حطناه جوه بس صراحة بتدي ريحة وبتدي طعم وبتدي نكهة اا احسن بكتير هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 بتوقع في الفرن حوالي 30 دقيقة هتحتاج اللي احنا نشغل عليها الشوية من فوق حوالي 3 اربع دقايه لحد ما تاخد لون خفيف لما تستوي هنسيبها تبرد جوه الفرن وهو مضفي طبعا ليه بقى عشان عايزها تاخد القرمشة بصوا كده بعد ما اخدت كده سخونية الفرن وطلعتها بيكون سطحها مشقق شوية وده طبيعي جدا لان هي مفاش اي نوع دقيق جلوتين فري وكمان اا صحية جدا مش قادر اقول لكم قد اي فعلا بديل هايل جدا للناس اللي بتدور على وصفات من غير دقيق وتكون اقتصادية اربع اكواب من الفاصولية المنقوعة اللي هي كانت قابل النقعة كانت اتنين كوب لان الفاصولية بتضعف حجمها بصوا بقى هي الناحية التانية سطحها بيكون مستوي وشكله حلو جدا اما السطح اللي هيستوت عليه اللي هي كان من فوق بيكون مشقق فعلا حسب ما احنا عايزين نقدمها كده ولا كده هتتاكل وهتبقى حلوة جدا فلو انت عملت حاجة زي كده ممكن تكفيكي اسبوع او اكتر بتقعد ممكن تقعد بره التلاجة عادي خالص لو انت قرمشتها كويس من الوسط زي ما احنا شايفين بتكون شوية طريق من على الاطراف بتبقى مقرمشة جدا ممكن اللي احنا نقطعها كده وندخلها تاني تتحمص تاني او نحطها شوية في المايكرو ريف تتحمص بس نخلي بالنا بقى اللي هي ما تتحرقش يعني انا الحقيقة يعني ايه لما دوقت الاطراف لقيتها مقرمشة كده اكلتها وبعدين اللي هو الطري ده دخلته حمصته تاني بصوا بقى هشة زي وحلوة زي نقدمها بقى بالشكل اللي احنا عايزينه ممكن اللي احنا بعد ما نسويها ونقرمشها كويس ونحمصها كويس نحطها في صنية زي كده تكون مفتوحة في الفرن وهو مطفي طبعا وتبقى قاعدة في الفرن كده اي حد عايز حاجة مقرمشة ياكل معا حتة لبنة حتة يغمسها في شوية زيت زاتون بتكون زريفة جدا وصفة هيلة وكمان هدوقها تاني معاكم دلوقتي اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبكو لما تجربوها تكتبو لي رأيكو في التعليقات اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو تاني ومع السلامة راح لا يمكن ان اعطق المقرين رائع 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة